وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي هكذا احنا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نسير مع سيرته عشان نكمل من سيرتنا في الحياة بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعالوا نتفق إن احنا أتينا بالكلام عن السيرة في رمضان عشان تلنى بركة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر واسع البركة واسع النفحات وعشان كده احنا بنحاول نمشي مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تتحاول السيرة إلى طريق للسير ومسيرة مسيرة نور ومسيرة بركة تفتح علينا كل أفاق النور والبركة وكمان فنكتشف سر النور اللي حضرة النبي أودعه في سرته فننتقل إلى اليسر فيحصل لنا يسر فيحصل لنا سرور فيا رب فرحنا دايما بحضرة النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم النهاردة موقف موقف مهم جدا جدا في حياتنا اللي بنعيشها دي موقف بنشوف فيه الإنصاف على شوية أمور تتعلق بإزاي الرجالة بيفهم الرجال حتى ولو كانوا مختلفين الموقف ده حصل ما بين أبي سفيان قبل ما يدخل الإسلام وهرق ملك الروم وهم بيتكلموا عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وكان ده في وقت صلح الحديبية اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش بيقول أصحاب السير إن أبا سفيان بن حرب وهو بيتاجر في الشام استدعاه الهرق وكانت بينهم علاقات معروفة مشهورة وكان حوله عظماء قومه وطلب من العرب اللي مع أبي سفيان يقعد وراء أبو سفيان عرشال لو هو سأله فكذب هم يقولوله ويشوروله إن هو كذب وسألوا جملة من الأسئلة عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان جاوب عليها إحنا على طول عن روحه نسمع الكلام في نهايته وفي الآخر قاله يرقل كلام مهم جدا جدا وبيلخص في أسئلته لأبي سفيان وجوابه عليه فقالت رجمانه قل لأبي سفيان سألتك عن نسبه عن نسب حضرة النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وأي نسب نسب كل مليان نور وعقد من اللؤلؤ فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها يعني هو سأله عن حضرة النبي فقال له لا هو له نسب آه له نسب أبو سفيان ما يقدرش يجرب عشان عرب لورايك هيبقى سمعته بعدها أنه كذاب ثم قال هرقل وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان هرقل بقى بيقول فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله يبقى في حد هو ماشي ولا كلامة قال قبله وسألتك السؤال الثالث هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه وسألتك السؤال الرابع هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس آه طبعا هو ينفع أنه يذر الكذب على الناس ما يكذبش على الناس ويكذب على الله أكيد ما ينفعش منطق بيقول إن ده ما يصلحش أبدا وسألتك أشراف الناس أتباعه أم ضعفاءه فذكرت أن ضعفاءهم هم أتباعه وهم أتباع الرسل دائما كل أتباع الرسل بيبتدوا يكونهم الضعفاء وسألتك أن يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم يفضل يزداد يزداد حتى يتم وسألتك أن يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك أن يغدر فذكرت أن لا وكذلك العسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوسان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك اسمع بقى هنا الموضع المهم فإن كان ما تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم أنا عارف أن النبي آخر الأمة هيخرج بس ما كنتش أظن أنه يخرج من العرب أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه يعني لو أنا عارف أن أنا أقدر وصله لرحت وتحملت أعباء أن أنا أبله ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي ذي تعبير بيعبر عن التبجيل والاحترام المهم في القصة دي إيه؟ المهم في هذا المعنى من السير إيه؟ عدة أمور متشابكة أول حاجة هرق لي واضح أنه هو بيقدر معادن الرجال شخص ما بيتصرعش في الأحكام على الناس بيسأل أسئلة متتابعة وما بتصرعش في الأحكام على الناس فتقدير معادن الرجال الحاجة التانية والمهمة بقى أن الرجل بيسأل أحد ما يعرفوش وعامل ترتيبة عشان يوصل للحقيق بس أهم حاجة اللي عجبني قوي وأنا بقرأ هذا الحديث من ناحية أتعلق كده بالجانب الاجتماعي وإزاي إحنا نعيشها في حياتنا أن هرقل وكلام في السيرة عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حاب يدرس جوانب شخصية حضرة النبي من عدة جوانب ليه طيب؟ ما هو البشر دولة عاملين زي الغابة عاملين زي التشكيل التشريحي بتاعهم متشابكين وفيهم عدة جوانب لازم نرعيها طب أنا بقول كده ليه؟ أنا بحس في الوقت اللي عندنا ده إحنا وكأننا بنتصيد الأخطاء لبعض وكأننا واقفين لبعض على الوحدة بس يصيرت حضرة النبي بتقولك إن الأزكياء والقاضة والحكماء بيبصوا للحاجة من عدة وجوه إحنا قل عندنا ما يمكن أن نسميه التفكير متعدد الرؤى لكن هرقل فكر في تفكير متعدد الرؤى ولذلك إلا حصل وصل للنتيجة الصحيحة هذا نبي يبقى التفكير متعدد الرؤى بيعمل لك مخارج ويعمل لك كمان قدرة على الوصول للحقيقة زي الرجل مع زوجته ما يفكرش بتفكير متعدد الرؤى يعمل إيه؟ هي أسرت في ده إذن هي ما بتحبش الأسرة وما تحفص عليها لو هو فكر هي أسرت في ده لأنها بتقوم بحاجة تانية وهي لو فكرت هو مش مهتم بي بس هو مهتم بلؤمة العيش اللي بيجيبهن أن ربنا سبحانه وتعالى بيجري الخير على قدي يبقى لازم نتعلم إذا كنا عايزين نعرف حقيقة البشر ما نبصس في البناء آدم من ناحية واحدة بس لازم ننزل له من عدة جهات وده يخلينا الاستغراب اللي بنستغرابه إنه واحد من قلبه أبيض بس منفعله أو عصبي إزاي ده بيتجمع مع ده البشر كده البشر متنوعين البشر متعددين الجهات طب الحل هو إيه بقى أول حاجة زي ما في قصة السيرة لازم عشان نتعلم الصنعة دي نتوقف عن الأحكام ما تحكمش على حد في أول ما تعرفه لازم أنت تعمل إيه لازم تعرف معدنه إيه حضرت النبي قال لنا إيه الناس معادن الناس معادن في واحدة تكتشف لما تدرسه من قد جوانب إن معادنه زي الصفيح في واحدة معادنه زي الفضة في واحد معادنه زي الدهب في واحد معادنه زي الأحجار الكريمة كده حاجة ندرة ده هتعرفه إمتى؟ بالعشرة وعشان كده الكلام ده كلام أبي صفيان كان كلام واحد عاشر حد فعشان كده لازم نرجع تاني نقدر العشرة بيننا يعني إيه نقدر العشرة بيننا؟ نقدر وإحنا عايشين مع بعض إن إحنا بنتعرف على بعض ما يكفيش إن إنت تحكم بحكم على حد تاني بقولي الكلام ده لمن؟ بقولي الكلام ده للأزواج لما تعيشوا مع زوجاتكم اكتشفوهم لما تعيش مع زوجك اكتشفيه ولذلك وعاشرهن بالمعروف جزء من فهم وعاشرهن بالمعروف إن إحنا بنستمر بمعرفة كل واحد فينا بالتاني إحنا مش هو حكم حكمناه عن زوج مش حكم حكمته على زوجتي ولا حكم حكمته الزوجة على زوجها إحنا بنستمر في التعرف على بعض وعشان كده محدش فينا يخاف إن هو يغير وجهة نظره إذا بداله وجهه من وجوه الإنسان ده بتخليه يقدره أو يعطف عليه أو يشفق عليه أو يحب إن هو يساعده تعالوا نقول كده الحكاية في السيرة دي بتنور طريقنا إن إحنا نبطل التسرع في الأحكام ونحاول نعرف معادن الناس معادن الناس ما بتبقاش في وششهم ما بتبقاش في حركتهم ومسلكهم معادن الناس بتبقى جواهم وعشان نطلع معادن الناس لازم نساعد الناس إنها تخرج أحسن ما فيها طب عشان تخرج أحسن ما فيها محتاجين إيه؟ عشان لو قدامك تخرج أحسن ما فيه ادي له فرصة دايماً وإنت بتتعامل مع الناس ادي لهم فرصة ما تكبس عليهم ما تحسسهمش إنهم متهمين الزوجة لما بحس إنهم متهم بيفضل يفلفص ويدفع عن نفسه ممكن يستخدم العنف مش بنبرر العنف بس إحنا بنقول للنتيجة الزوجة لما تحس إن زوجها مش فهمها ومش بتعرف عليها بتعمل حاجات مش تحت السيطرة طب والحل هو إيه؟ ادي للناس فرصة تعبر عن نفسها تعرف نفسها ادي فرصة للناس إن هي لما تتكلم تطلع اللي جواه تقولي الحقيقة تقولي الحقيقة وهي مش مكسوفة إن هي تقول ادي فرصة للناس تكمل الكلام ده حاجة مهمة جداً في الحياة الحاجة التانية أنتو بتسمعوا كلام الناس ما يبقاش همكم إن انتو تبينوا قد إيه هم مقصرين لكن شوف الجمال ده مفتاح لجمال فيه لما زوجها تقولي زوجها والله أنا شايفة إن انت لو كنت قلت العبارة الفلانية بالطريقة الفلانية كان ده يتسعدني وما كانش عايزة عني ما يقول لهاش انت بتعدل علي لكن يقول لها إيه شكراً أنا النقطة دي مخدتش بالي منها وممكن تكون دي النقطة العامية عندي الله يبارك لي فيك انت أصبحت بصرتي على نفسي احنا لازم نعمل كده يبقى الكلام اللي بيقوله لنا الناس لازم ناخده مش هقولك بصدر راحب لازم ناخده على إنه مراية فاكرين حديث رسول الله المسلم ومرأته أخيه تعالوا نتعود إن احنا نشوف نفسنا إزاي نبقى أحسن بكلام الأحبابنا وخاصة أحبابنا يعني مش هقولك في كل الناس حتى أعدائك لنخلينا في أحبابك حبيبك لما يقولك كلمة هو بيغير عليك عايزك تبقى أحسن فاسمع الكلام ده بعناية حاجة الأخيرة خلي الجوهر اللي بجواك يطلع وما تستناش من حد حاجة وأحسن جوهر يطلع منك هو الطيابة خليك طيب وما تخافش إن انت تبقى طيب وعشان كده حاول طول الوقت تكون صادق وتكون خدوم وتكون كمان حنياً عن الناس إذا كنت كده هرق حكم على حضرة النبي على البعد وكمان أبو سفيان ما قدرش يخب حقيقة سيدنا النبي حنياً سهل كده ولين بين يا زين بين حسن رسول الله مقدرش يخب حسن رسول الله ليه؟ عشان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صادق حضرة النبي خدوم حضرة النبي حنياً الحاجات دي كلها لازم تكون فيك إذا كنت عايز الناس ترعيك وتحافظ عليك وتسندك يا رب اجعلنا دايماً من اللي سيرتهم تبقى سبقاهم وتبقى سيرتهم دايماً مليانة بالجمال والحنية والخدمة وقعان يا رب على إن احنا نكون قادرين نملك نفسنا وما نحكمش على الناس ونقدر في كل وقت نشوف نفسنا بعين الجمال في عيون أحبابنا اللي حوالينا واجعل ده يا رب رباط بيننا وبين أحبابنا يدوم على الدوام يا رب أكرمنا واجعل بصيرتنا دايماً متنورة بنور حضرة النبي